مرحبا اليوم رجعنا لكم فيديو داشترح لكم عن متور TSI في كثير سأل عن متور TSI شو وضعه من ناحية اعتمادية من ناحية اعطال من ناحية جودة وسرعة وتوفير طبعا محرك TSI راكب عليه تيربو هذا تيربو هون راكب عليه تيربو صغير من هون هون عنا الدعصة تبعتو وهون عنا الاكزوست والثلاجة طبعا المحرك ليش ساموتي اعصائل انه في تيربو التيربو بيوفر معنى بالمدينة وبيعطينا قوة يعني انت لما تكون ماشي شوي شوي بالمدينة السيارة لا تعتاز التيربو الا على الاقلاع او لما بدك مثلا تطلع على اوتوبان للتسارة بالوضع الطبيعي السيارة بتمشي على المحرك بشكل كلاسيكي طبعا عشان تحافظ على هذا الماتور والكل بيحكي انه اه لا فيه مشاكل وهذا الماتور مش جيد محركات TSI مش جيدة انا بحب بدي اعطيكو ثلاث اربع نصائح اول اشي المحرك لازم يتغير الزيت بوقته ثاني اشي نوعية الزيت مهمة يعني هون زي ما انتو شايفين كاتبين نوع الزيت كاسترول طبعا مش اي كاسترول في انواع كثير للكاسترول تلتزم باللي كاتب لك يا الصانع وتلتزم بالكيلومترات واهم شي ما ينقص الزيت عن السيخ يعني دايما لازم يكون على الفل تمام زائد الصبح لما تجي تشغل السيارة بنا نحكي لازم نحمي بس مش نحمي زي زمان اي عما كان سيارة كاربوريتر بتشغل وبتطول لتشتغل تستنى فيها عشان تحمل بتشغل تستنى دقيقة شوي وهي السيارة واقفة بعدين لما تمشي ما بتتسارع فجأة عشان ما يعطل التيربو بتتسارع شوي شوي بينما تدفل السيارة لما تصير عندك الحرارة بالوضع الطبيعي بتمشي براحتك الشغلة الثانية انك تلتزم تغيير الجنزير هذا المحرك فيه جنزير الجنزير بالعادة بتغير على 200 ألف لاغلب السيارات حسا فيه بالجيل الاول محركات تي اس اي كان فيه مشكلة بالجنزير انه هذا طبعا عطوا المصنع كان فترة لكن صلحوها بالأجهال اللي بعدها الثاني والثالث والرابع حسا صار في عنا محركات تي اس اي ألف سي سي صغيرة و ألف و أربعة وفيه برضو على اودي محركات أكبر من هيك تي اس اي طبعا هاي المحركات للتذكير هي محركات حقن مباشر يعني الانجكتور راكب مباشرة بالسيلندر وليس على الثلازة شكرا 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 شكرا